اكد السيد محمد بن ابراهيم المطوع وزير الشؤون لمجلس الوزراء رئيس اللجنة الوطنية للمعلومات ان مملكة البحرين استطاعت تحقيق العديد من الانجازات في مجال التنمية المستدامة وفي مجال الاهداف الانمائية للألفية من قبل متكئة في ذلك على ارثها التاريخي الذي يمتد عبر الاف السنين محمد بن ابراهيم المطوع وزير الشؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوطنية للمعلومات ان التقرير الوطني الطوعي الاول يستعرض بشكل عام المسيرة التنموية الشاملة التي رعاها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة وجهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وبمؤذرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وأشار إلى أن التزام مملكة البحرين بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة تجلى في المشاركة في صياغة الأهداف على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية حيث استضافت الدورة الثانية للمنتدى العربي للتنمية المستدامة في شهر مايو 2015 والذي اعتمد وثيقة البحرين التي تضمنت 19 توصية حول أهم القضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة في الدول العربية كما استضافت الاجتماع السادس لفريق الخبراء المعني بتحديد مؤشرات أهداف التنمية المستدامة والتي مثلت المملكة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عضويته جاء ذلك خلال الاستعراض الذي قدمه أمس الأثنين السيد محمد بن إبراهيم المطوى وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوطنية للمعلومات للتقرير الطوعي الأول لمملكة البحرين أولى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 وذلك خلال مشاركة مملكة البحرين في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة الذي يؤقد تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في نيويورك وقال إن مملكة البحرين استشرفت مسبقا البدء في مرحلة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بوضع الترتيبات المؤسسية اللازمة والتي تمثلت في إنشاء لجنة الوطنية للمعلومات بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبرأسة وزير شؤون مجلس الوزراء وعضوية جميع الجهات المعنية ويرتبط بها فرق عمل قطاعية واعتبر وزير شؤون مجلس الوزراء أن إنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة تنفيذ مهام برنامج عمل الحكومة بصورة دورية أمر سهل الحصول على المعلومات الدقيقة بشأن الإحصاءات والمؤشرات الرئيسية للجهات الحكومية ورفع التقارير الدورية إلى مجلس الوزراء بشأنها وأوضح أن الأجنس الوطنية للمعلومات حرصت خلال إعداد التقرير على ضمان مشاركة واسعة لا تستثنى أحدا من خلال تنظيم ورش عمل لمنظمات المجتمع المدني والغضاء الخاص والأكاديميين ومراكز البحوث والدراسات والمؤسسات التعليمية والإعلامية والنساء والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة ولجميع المهتمين بقضايا التنمية المستدامة تعزيزا لمبدأ المشاركة في تحديد الأولويات وتحقيق التنمية ورفض التقرير الوطني الطوعي بالأفكار والمقترحات النوعية وفيما يتعلق بتوفير السكن المناسب أشار إلى أن الدستور نص على أن تعمل الدولة على توفير السكن الذوي الدخل المحدود من المواطنين وتأسيسا على ذلك تمكن حوالي 65% من المواطنين من استملاك منازلهم من خلال البرامج والخدمات الإسكانية العامة في الأربعة عقود الماضية تم بعضها بشراكة استراتيجية مع القطاع الخاص وفقا لأفضل المعايير العالمية وبما يتسق مع مفهوم التنمية المستدامة وفيما يخص هدف المساواة بين الجنسين وتمكين النساء أكد أن مملكة البحرين تمتلك تجربة ثرية في هذا المجال بدأت منذ ما يقارب المائة عام بمشاركة المرأة السياسية في تأسيس أول مجلس بلدي في بداية عشرينيات القرن الماضي وقال إن هذه التجربة رسخها الدستور وتم إنشاء المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرنة عاهل البلاد لضمان المساواة وإرساء قواعد العدالة وتكافؤ الفرص في ظل شراكة حقيقية ودائمة ما أدى إلى تولي المرأة البحرينية 55% من المواقع الإشرافية وبمشاركة تبلغ 53% في القطاع الحكومي و33% في القطاع الخاص وبتبوئ المرأة البحرينية العديدة من المناصب الرفيعة في مختلف المجالات أما بالنسبة توفير العمل اللائق فقد اعتمدت البحرين سياسة نشطة لزيادة فرص العمل النوعية واللائقة والمتكافئة بأجور مرتفعة وتنظيم سوق العمل للاستخدام الأمثل للعمالة الوافدة والضمان حقوقهم والعمل بنظام تصريح العمل المرن الذي أفضى إلى تحرير العامل الوافد من الارتباط الحصري بكفيل واحد وأن هذه المبادرات أسهمت في انخفاض معدلات البطالة إلى مدون 4% في السنوات العشر الماضية وأضاف أن مملكة البحرين تستقطب العمالة من جميع أنحاء العالم بفضل ما توفره من بيئة جاذبة للعمل حتى بات الوافدون يمثلون 76% من إجمال العاملين قائلا أن البحرين رغم صغر مساحتها إلا أنها توفر أكثر من 600 ألف فرصة عمل دائمة للوافدين يستطعون تحويل ما يكسبونه من أموال دون أي اقتطاع حيث بلغ إجمال تحويلاتهم 2.5 بليون دولار أمريكي في عام 2017 يساحمون بها في تنمية الاقتصاديات بلدانهم ومساعدة أسرهم وأشار محمد المطوء إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في البحرين بنسبة بلغت 3.9% في عام 2017 بالمقارنة مع 3.2% عام 2016 وقد ركز برنامج عمل الحكومة 2015-2018 على تنويع الاقتصاد ومسندة ودعم نمو القطاعات غير النفطية والانفتاح على الاستثمارات الخارجية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص الأمر الذي رفع مساهمة القطاعات غير النفطية عام 2017 إلى أكثر من 80% من الأنشطة الفاعلة في الاقتصاد البحريني وأكد المطوع أن البحرين تسعى لتكريس ثقافة الحوار وسيادة القانون واستمرار مؤسسات الحكم الدستورية شورى وبرلمان عبر الانتخابات الدورية وكذلك محاربة الفساد وإحكام الحفاظ على المال العام من خلال دوان الرقابة المالية والإدارية كما تسعى إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال إجراءات وتدابير سياسية وتشرعية أولها حصول كل مواطن ومقيم على هوية قانونية وتسجيل جميع المواليد في سجل مركزي فور الولادة بما يتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي انضمت البحرين لها عام 1989 ونوها إلى أن القضاء البحريني يتمتع باستقلالية امتثالا للدستور الذي فصل بين السلطات كما يجتمل القضاء على سلسلة من الإجراءات القانونية لضمان المحاكمة العادلة بما في ذلك الحق في الدفاع والمساعدة القضائية وتكفل المملكة احترام الحقوق والحريات وتوفر آليات وسبل الإنصاف القضائي وغيرها كما تتيح المملكة الممارسات الديمقراطية من خلال السلطة التشرعية وحرية الرأي والتعبير وأدوات عديدة منها السماح بنشاط المنظمات غير الحكومية وحرية وسائل الإعلام المختلفة أود بداية أن أنقل إلى منتداكم رفيع المستوى تحيات جلالة ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وتحيات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وتحيات صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة فهم قادة التنمية في البحرين وهم أصحاب مشاريع التطوير والإصلاح في مختلف المجالات التنموية السياسية والاقتصادية والاجتماعية استشرفت مملكة البحرين مسبقا البدء في مرحلة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بوضع الترتيبات المؤسسية اللازمة والتي تمثلت في إنشاء اللجنة الوطنية للمعلومات والتي أخذت على عاتقها مهمة متابعة أهداف التنمية المستدامة وتوطينها وتنفيذها عبر برنامج عمل الحكومة كما إن إنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة تنفيذ مهام برنامج عمل الحكومة بصورة دورية سهل الحصول على المعلومات الدقيقة بشأن الإحصاءات والمؤشرات الرئيسية للجهات الحكومية ورفع التقارير الدورية إلى مجلس الوزراء بشأنها نعم the government of Bahrain has developed a comprehensive program of growth and transformation monitored by carefully defined indicators with huge investments in infrastructure developments housing, education and healthcare we have a goal to see that every Bahraini has a home have a job فإننا wouldn't have poverty 60 years ago Bahrain's government responded to the challenge of a rapidly growing population with housing programs to accommodate the growing citizenry the ministry of housing has signed an agreement with the UNDP to review Bahrain's housing strategy the private sector has also developed targeted housing projects and given potential buyers access to adequate finance باردد المقبل تقر discard جيدة القادرة المعارب المتحدى تخير والع التي تتكلم مجددا في المستقبل قواليا واقع قواليا التي تتكلم من جدد الأول في الثاني المجدد بحرين أكبر فين بعين أكبر الباحرين تجهزت بواقع استطاع مجددا في المستقبل في تدرس the rising energy demands من المرورة المتقدمة النجاج هي قوى وليست صحيحة لترسل المترجم للإمكانية للمشاهدة